صباحكم سعيد بسعدنا في حلوة يا دنيا استقبال الدكتورة نوال الفعوري وحديث عن استقبال رمضان حتى ولو من نواحي اجتماعية دكتورة صباحك سعيد جنابك للمرة الثانية تكوني في برنامج حلوة يا دنيا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وكل سنوة أنت سالمة وأنت سالمين جميع بخير وسلامة يا رب إن شاء الله أهلا وسهلا فيك الدكتورة نوال نحن الآن على أبواب استقبال شهر رمضان الفضيل بعد سنتين من الجائحة يمكن الإنسان لما يتذكر نفسه خلال السنتين الماضيين كيف كان شكل شهر رمضان الفضيل كيف كانت عاداتنا الاجتماعية لابد أن يكون هناك قد حصل تغير كبير جدا في عاداتنا الاجتماعية أقل ما فيها هذه الجمعات العائلية التي حرمنا منها خلال السنتين الماضيين فمثلا إذا نتحدث عن هذا العام كيف برأيك سيكون شكل هذه العادات الاجتماعية في استقبال شهر رمضان كيف أيضا نستطيع أن نتعامل مع أطفالنا في استقبال شهر رمضان يعني في نقطة مهمة جدا في أطفال كبروا خلال سنتين وصار يمكن بالنسبة لهم رمضان يعني وعيهم كبر في فهم ما هو رمضان ما هو الصوم كيف يجب أن يكون شهر رمضان الفضيل بطريق التعامل أطفالنا معهم فكيف أيضا يجب أن يكون التعامل معهم بهذا الموضوع شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفير له ما تقدم من ذنبه إذن شهر رمضان هو شهر خير وبركة بهذه المناسبة أرفع آيات التهنئة والتبريك للعالمين العربي والإسلامي وللأسرة الهاشمية والأسرة الأردنية والشعب الأردني على شكل العموم ولنا جميعا شهر رمضان شهر مميز هو شهر من بين 12 شهر فله ميزات كثيرة جدا ويمتاز هذا الشهر بالرحمات والمحبة وشهر تعديل السلوك وبناء النفس وإعادة بناء الفكر الإنساني ليفهم الحياة بطريقة أفضل ولا بد أن يكون هناك زيادة سنوية من خلال شهر رمضان في رصيدنا الفكري والأخلاقي والعملي تفضلتي وقلتي كيف يمكن أن يكون شهر رمضان له تأثير إيجابي خاصة بعد الجائحة أكيد سيكون نكهة خاصة لأننا جربنا الابتعاد عن الجو الأسري الصحيح عشنا حالات من الارتباك والتوتر والغلق النفسي عدم الشعور بالأمان نوع من اليأس نوع من التشاؤم لكن الحمد لله بشهر رمضان تعاد النفس إلى طبيعة عملها الإيجابي من خلال أنها سوف تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وسوف يبتعد هذا اليأس وهذا القلق وهذا التوتر بالأجواء الروحانية التي تكون من خلال قرائتنا للقرآن الكريم تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى تحسين أخلاقنا تحسين سلوكنا صحيح هو شهر مش يوم وصحيح هو شهر مش 12 شهر لكن في هذه الفترة لأن الله عز وجل يعلم بأن النفس البشرية قادرة على إحدى التغيير والتغيير السنة كونية ولا بد أن نستثمر شهر رمضان بإحدى التغيير إيجابي على كافة مناحي الحياة ليس فقط من الناحية الإيمانية وزيادة الإيمان وزيادة الروحانيات وإنما أيضا في تحسين السلوك في تحسين نظرتنا للحياة في تحسين بناءنا لذاتنا الإيجابية وأيضا في تحسين علاقاتنا ودفء العلاقات سواء إحنا مع ربنا ومع أنفسنا ومع عائلتنا ومع أسرتنا ومع كافة الناس اللي إحنا عم نعيش معهم يعني جو إنساني رائع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبالتالي لا بد أن يكون هناك خطة لا يمكن أن يحدث هذا الأمر عن طريق الفجأة يعني أو عن طريق الفوضى أو العشوائية لا لا بد من أن يكون هناك تخطيط ماذا يجب أن أحقق من أهداف عندما ينتهي شهر رمضان على المستوى الرحاني على المستوى الفكري على مستوى نظرتي للحياة نظرتي لنفسي نظرتي للتوازن الموجود بين الحياة والآخر وبنفس الوقت نظرتي لسلوكي وأدائي وأخلاقي والأخلاق هي الأساس اللي تفضلت فيها فإذا لا بد أن يكون هناك نعكاس إيجابي من خلال صيامنا وقيامنا وحرصنا على أداء الأمور الجيدة التي أمرنا الله بها سبحانه وتعالى وخاصة الشعور مع الآخرين والإحساس مع الآخرين لأن النفس عندما تصوم ترتقي وإذا ارتقت تصبح نقية وإذا نقت تصبح شفافة وترى كل شيء بحجمه وتكون قريبة إلى الله وقريبة إلى عمل الخير وعمل الصالح والإحسان إلى الناس واعتماد الحوار فيما بيننا وتقبل بعضنا للآخر في كافة الأمور الحياتية حتى نستطيع أن نعيش حياة كريمة وهي كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم كرمنا الله سبحانه وتعالى بإعطائنا العقل ميز عن الآخرين وكلفنا بمهام ومسؤوليات وكل من أدى هذه المسؤولية بشكل أفضل من الآخر وصل إلى درجة من درجات التقوى التي تساهم في بناء السلام الداخلي السكينة الداخلية التي تنتقل إلى الآخرين عن طريق الطاقة الإيجابية وبهذا نعيش بأجواء مريحة وهذا ما نريد دكتورة نحن نذكر الجميع أنه اليوم الجمعة هي الجمعة الأخيرة من شهر شعباً ونحن على أعتاب استقبال رمضان يمكن رمضان بسبب كورونا خلال العامين الماضيات أتعبتنا بعض الأمور مثلاً صلوات الترويح بشكلها الطبيعي اللقاءات اللي بتكون مثلاً مساءً لقاءات روحية الذكر تلاوة قرآن حتى الأمسيات البسيطة أنا هنا أتحدث عن الزوايا الاجتماعية الزوايا الاجتماعية يمكن خلال رمضان يمكن البعض خلال رمضان في كورونا العامين الماضين يمكن البعض يقيمها بأنها كانت إيجابية لأنه خففت عن الناس أحمال اقتصادية وشعرنا أنه قادرين نعيش ونصلي ونصوم بدونها ووفرنا ولكن اليوم لما بترجع الدنيا لوضعها الطبيعي الناس راح تنسى التوفير في السنتين وتقول لأ بدنا نرجع زي ما كنا والجماعات الكبيرة والعزائم والطلعات وغيره وبدأنا في اقتصاد أيضاً صعب شو تعليقك على هذا الموضوع عوزة بتحب توجهه للناس رسالة لا يكلف الله نفساً إلا وسعها والله عز وجل يدرك تماماً أننا نستطيع وأننا قادرون على أن نكيف أنفسنا وكما يقول الشاعر والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقطعه إذن هي عملية تدريب وتربية وتأهيل فبالتالي صح تمر على الإنسان ظروف صعبة وفيه هناك تحديات كبيرة جداً لكن إذا كان هناك توازن ما بين الروح والعقل والجسم يكون هناك توازن في التصور عن الحياة وبالتالي يكون أي سلوك مبني على هذا التصور الناجح ناجح نسبياً فهناك صحيح ممارسات في عهد الكورونا ونحن ندرك بأن التحديات كبيرة جداً وأن لكل ظاهرة أو كل قضية في المجتمع لها سلبيات ولها إيجابيات أيضاً كما تفضلت فبالتالي من الإيجابيات ربما وكما يقول الشاعر الضد يظهر عكسه الضده أو ولولا عكس المعنى لما كان للمعنى معنا فيعني أبرزت مساوئ كورونا لنا النعمة التي كنا بها وعلينا أن لا نألف الشيء بي أن نقدر قيمته من خلال إدراكنا لضده وبضدها تتميز الأشياء وبناء على ذلك هناك سلبيات كثيرة جداً حرمتنا من خلالها كورونا لكن تعلمون بأن الناحية الصحية لها أولوية وصحة والعافية لها جانب مهم خاصة في عملة الصيام الصيام عملية تحافظ على صحة الإنسان ونحن ندرك بأن الصيام ضرورة للجسم وأن يكون شهراً وأيضاً الصيام المتقطع كما يوصي به الكثير من الأطباء لأنه يعمل على التهام الأنسجة الغير صالحة في الجسم على سبيل المثال المهم في الواقع بالنسبة لموضوع الترشيد أكيد هو شهر رمضان هو ليس شهر أكل وشرب هو شهر عبادة وتقرب إلى الله عز وجل ليس الهدف منه الطعام وشراب وإنما لتقوية الجسم للقيام بمسؤولياته والقيام بعباداته في هذا الشهر القصير أيام معدودة فعلينا أن إذا نحن أحسننا علاقتنا بالله عز وجل وقوينا العنصر الإيماني عننا والروحاني أعتقد بأن الأمور كلها في حياتنا العامة تكون متوازنة وتكون وسطية نحن أمة وسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة يعني التوسط في كل شيء هو الخيار الأفضل لنا جميعا سواء وقليل دائم خير من كثير منقطع فأود أن أوجه كما تفضلت رسالة لنا لأنفسنا وإخواننا وشعبنا الكريم بأن شهر رمضان هو أيام معدودة علينا أن نستثميره في التقرب إلى الله والعبادة وقراءة القرآن ونعلم أبناءنا القرآن في الواقع إذا علمنا أبناءنا القرآن علمنا القرآن علمه كل شيء وبالتالي هو يهدي للتي هي أحسن يهدي إلى أن نكون أناس صالحين إلى ناس علاقتنا إيجابية مع الآخرين نحب الآخرين نحترم الآخرين أخلاقنا راقي أخلاقنا رائقة يعني حتى في عملية تعاملنا اليومي بيننا وبين ذاتنا نشعر بمراقبة الله وهي التقوى فإذا شعرنا بمراقبة الله عز وجل أكيد سنستقيم في الاستقامة في السلوك في القلب في النظرة في كذا والأخلاق هي بصراحة الأساس يعني إنما الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب والله عز وجل يقول وإنك العلاق فحسن الخلق هو الخلق عفواً هو أفضل شيء لدى الإنسان نعم وشو بدنا من بعض إلا الاحترام إلا التقدير إلا التعاون إلا الحوار إلا المشاركة وبحب أوصي نفسي وأوصي الجميع أيضاً أنه زي ما تفضلتي قبل البرنامج ستي بأنه إحنا ندير بالنا على أسرنا ونعيد الألف والدفع والمشاعر الدافئة لأسرتنا وأنه يكون هناك لقاء على مائدة الطعام لقاء أسري دافئ بنتحاور من خلالهم نتناقش من خلالهم نضع حلول المشاكل اللي منواجهها وبواجهنا أبنائنا خاصة أنه أبنائنا أصبحوا الآن بصراحة جيل آخر مع موضوع وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي فلازم يكون رمضان كمان فرصة أن نردهم للسلوك السوي والسلوك الصحيح ويبتعدوا قليلاً عن هاي الأجهزة اللي بصراحة أدت إلى التوحد وإلى كل إنسان إليه عالم خاص لا في هناك عالم مشترك يعني لازم نتعاون مع بعضنا البعض في أمور في عادات في تقاليد حلوة في علاقات حلوة بدنا نعيشها بدنا نبني إعادة بناء وعينا الفكري عن علاقاتنا الاجتماعية في تعامل البشري ملموس نعم حتى لو تعامل البشري على الافتراضي ولكن في تعامل ملموس حتى في العيون في النفس في الجلوس لغة الجسد صحيح هذه أمور جميلة وأمور ذوقية لا نستطيع أن نحصل عليها من خلال الوسائل الافتراضية وإنما من خلال اللقاء الوجهي مع بعضنا البعض لأنه على فكرة لها أهمية ولها غذاء روحي وغذاء عقلي وفي نفس الوقت تؤدي إلى ارتياح المشاعر يعني لابد من إدراك المشاعر وإيجاد منفس طبيعي إنساني لها صحيح على أرض الواقع لتقريب العلاقات بين أفراد العائلة هذا هو الأهم صحيح دكتورة نوال خلينا نكون هيك جداً واقعيين مع الناس ويمكن أنا ما بدي أقول لك مثلاً نحط لهم جدول لحتى بالنهاية إحنا نطلع من رمضان وأقول إنه الحمد لله أديت رمضان بالشكل الصحيح بالشكل المطلوب مني من دون ما وجدت نفسياً مثلاً يمكن أنا وصلت لـ 25 إلى 20 رمضان وأنا لساً مش عاملة إشي مش مأدي المطلوب مني أنا ما وصلت للروحانيات التي أنا مفروض يعني أسمو فيها بنفسي وأتصالح فيها مع ذاتي بعد ما أطلعت من رمضان فيمكن هيك إذا منقدر ناخد أكمل نصيحة بسيطة للناس أمور بسيطة جداً إحنا منقدر نطبقها بحياتنا اليومية عشان بالنهاية أنا أطلع من رمضان وأقول الحمد لله أنا مش بس توقفت عن الأكل لكن يعني وصلت إلى ما هو أسمى وأبعد من فكرة الصوم بيعني معناها الكلامي خلينا نقول نعم هو الارتقاء بالذات والارتقاء بالنفس إلى مراحل متقدمة في ما بين العالم الروحاني والعامل والعالم الواقعي في الواقع ما قبل رمضان يعني إحنا منفرح جداً ورؤية فرحانة يعني وبثت مشاعر الفرح أكيد بنفوس المشاهدين والمستمعين كما بثته في نفسي إنه هناك رمضان على الأبواب يعني مجرد سوعات قليلة ونصبح في هذا الشهر الكلمة التحضر والتهيئ لشهر رمضان هو عبارة عن تحضير أو جزء مهم من الخطة والله عز وجل يغثر لمن يفرح بقدوم شهر رمضان يعني بشعر الإنسان بالراحة والطمانينة اثنين أجدد النية مع الله عز وجل إنه أنا نيتي خالصة في أدائي لفرض من فرائض الإسلام والله عز وجل في الحديث القدسي يقول الصوم لي وأنا أجزي به والصوم جنة يعني الصوم جنة وقاية من العذاب وقاية من كل الأمور السلبية فبالتالي هذا يؤدي إلى راحة نفسية إنك أنت عم تأدي شعيرة من شعائر الإسلام اللي فرضها الله إذن أنت في طاعة الله ثالثا الإخلاص أن يكون الإنسان مخلص في أداء هذه الفريضة رابعا أنه يقوم بواهو مطلوب منه في هذا الشهر وشهر رمضان هو شهر القرآن بصراحة يعني القرآن يقربنا إلى الله لأن القرآن مناجه ما بينك وبين الله عز وجل فبالتالي أنت تبقي في حضرة الله وفي حضرة الشعور الإيجابي لأنه الله عز وجل سبحانه وتعالى خبرنا بأنه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين والملائكة بتستغفر وبتحمد وبتكبر ربنا وكله لا إلنا إذن البيئة الحاضنة للرحمة والاستغفار والقبول والراحة النفسية أوجدها الله سبحانه وتعالى إذن ما علينا إلا أن نكمل وأن نستثمر هذه البيئة الجميلة وأن نقوم بالأعمال الخيرة على سبيل المثال يعني أنه يكون كل وقتنا إدارة الوقت أنه يكون معظم وقتنا يعني قائم على أنه نستثمر هالأيام القليلة وهالساعات القليلة بأنه بالقرآن بالتسبيح بالاستغفار قيام الليل بالصلاة بعمل الخير الصداقات على فكرة بتزيد في رمضان وإحنا بنعرف إحنا بنعاني من مشاكل الفقر والبطالة فمش خطأ أنه إحنا نساهم بشكل فردي أو بشكل مؤسسي من خلال مؤسسات المجتمع المدني بأنه يكون هناك تكافل مع إخواننا ومع أهلنا فبالتالي الرسول للسلام كان أجود ما يكون في رمضان ومش خطأ أن نكون أجود ما نكون في رمضان فبالتالي أننا نتفقد أهلنا ونتفقد إخواننا وإفطار صائم وللصائم فرحتان يعني بشعر أنه أدى شعيرة من شعائر الله أدى فريضة من فرائد الله فبالتالي رح يفرح ستي هذا الفرح مكافأة مكافأة له يومية وفيه له مكافأة أخروية يوم القيامة أنه أنت في النهاية كانت حياتك اللي هي مزرعة الآخرة أنه كانت حياتك مريحة مطمئنة لبيت أوامر الله طب ما هو الله خلقنا هو أدرى بما ينفعنا وما يضرنا إذن أنا أتبعه أختزل الطريق والوقت علي بأنني أنا أتبع الصحيح مباشرة معه وعيش الدنياي لكن الهدف أنه النية تكون صادقة لله نعم صحيح دكتورة يعني تبقى لدينا العديد من الأسئلة ولكن الوقت أدركنا بكل أسف ننهي الكلام صحيح رمضان هو فرصة لإدارة عجلة اقتصادية إن صح التعبير وإدارة لعجلة اجتماعية ولكن من خلالك اليوم يعني وجدنا كيف ممكن رمضان يلمس قلوب الناس وأعتقد هذا الأهم وإن شاء الله كل سنة وأنت سالمة وأهل بيتك سالمين وأحبابك ومعارفك أقربائك أصدقائك وكل السمعين إن شاء الله نشكرك لحضورك وإن شاء الله رمضان كريم شكراً لكم الله أكرم شكراً لكم دكتورة أهلاً وسهلاً فيك شكراً لكم